المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن رصد 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الطرع والمصارف على مرحلتين الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التمثيل العادل للطوائف اللبنانية في تشكيل الحكومة الجديدة والأمم المتحدة تتعهد بأحالة المسؤولين عن تفجيرات مطار كابول إلى العدالة الثالثة مساء بالقاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نهضة حقيقية ونقلة نوعية شهدتها مصر خلال السنوات الماضية قوامها مشروعات قومية طالت جميع مناحي الحياة تروس عمل لا تتوقف بتوجيهات رئاسية لإتمامها في أقل وقت ممكن وبمواصفات قياسية عالمية فمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع لحضائق الفستات تمضي مصر في طريقها نحو المستقبل وفي عيونها صوب الجمهورية الجديدة المديد من الأخبار والتفاصيل في هذا السياق بعد الفاصل على قدم وساق تتواصل جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيلما توثيقيا بعنوان المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع حياة كريمة للمزارع المصري وتفرع في إدارة المياه حيث كشف الفيل معا أنه تم رصد ثمانين مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين مشيرا إلى أن إجمالية أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى عشرين ألف كيلو متر من أجل حياة كريمة للمزارع ومستقبل آمن لإدارة المياه جاء المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع أحد محاور تطوير الريف المصري وعمود النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة المزارعين منهم نقلة حضرية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية وفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تم رصد ثمانين مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين حيث يستهدف المشروع على مستوى الجمهورية تبطين وتأهيل ما يصل إلى عشرين ألف كيلو متر من الترع ففي الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2340 كيلو متر من الترع بينما تم تطهير 454 ألف كيلو متر منها بتكلفة تصل إلى مليارين واربعمائة مليون جنيه ولضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس تتكاتف أجهزة الدولة المعنية على قدم وساق من أجل متابعة تنفيذ المشروع وإلى جنب فوائده على المستوى الزراعي يسهم المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف إلى ذلك تتواصل جهود الدولة لتنفيذ المشروع الذي غير وجه الترعي والمصارف من مجرد مكان ملوث إلى مصدر للمنفعة يتواكب مع مصر في عصر الجمهورية الجديدة لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أهلا بك معنا دكتور أبدأ معك بالفيلم القصير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي يحمل عنوان حياة كريمة للمزارع المصري وطفرة في إدارة المياه إلى أي مدى سيخدم المشروع مشروع تبطين الترع تلك الأهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وكل سادة المشاهدين الكرام الدولة عندها إصار كبير جدا لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع مشكلة كنا بنعاني منها العقود كثيرة جدا وللأسف الشديد ما كانش فيه في الماضي يمكن حلول جدة وحلول بنشوف على رد الواقع المشكلة الأساسية اللي كنا بنعاني منها هي عملية الفقد من المياه يمكن في كتير من التادات يقدر حكم الفقد من المياه بسبب المشاكل اللي كانت بتسببها الترع في شكلها القديم دون تبطين ما يقرب من حوالي 19 مليار متر مكعب وده للأسف الشديد كانت مشكلة كبيرة جدا لأنها كمان مش بتأثر برضو على القطاع الزراعي بس ولكن كمان كانت بتؤثر بشكل كبير على كافة القطاعات الأخرى مشاكل كانت مرتبطة بالتكاليف اللي احنا كنا بنتحملها لمشكلة الحشائش اللي كانت بتبقى موجودة في هذه الترع مظهر غير لائف ومظهر غير حضاري مشاكل بالجملة الدولة يمكن كانت في خطتها الأورانية إزاي إن عملية التبطين أو مشروع قومي دوت أن يكون في خطة في حدود العشر سنوات شفنا كمان يمكن توجيه من سياسة رئيس أن يتم تخفيض هذه المدة من عشر سنوات إلى عامين فقط وده يمكن إنجاز كبير جدا وإزاي إن الدولة عندها فعلا الإصرار لإنهاء هذا المشروع دكتور الدولة لديها الإصرار ولديها الخطة والاستراتيجية لكن عند التنفيذ تظهر التحديات ما أهم تحدي أمام هذا المشروع العملاق التحدي إن احنا بنتحدث عن مشكلة بنعاني منها من عقود كثيرة جدا عمليات التبطين خلينا نقول إن هي طبعا مكلفة وإذا تحدي كبير جدا حب نتكلم عن أقرى من حوالي 80 مليار جنيه وإذا رقم ليس بالقليل في ظل التحديات اللي بيشهدها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وبالتالي رصد هذا التمويل هو رقم في حد ذاته تحدي التمويل لكن الدولة يمكن بتحاول أن هي بشكل كبير جدا توفق هذه الالتزامات عن طريق مصادر محلية وكمان التعاون مع مؤسسات دولية وبعض القروض الخارجية فيعتبر من وجه التنظري هو ده التحدي الأكبر لكن من الجانب الآخر فيه تعاون كبير جدا من جانب المواطنين ورغبة شديدة جدا من جانب المستفيدين من هذا الأمر لأنه هيعود أكيد بالنفع على الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية الموجودة والحفاظ عليها وفي نفس الوقت هيكون ليه مردود إيجابي جدا على المظهر الحضاري وعلى كمان قطاع الزراعة صحيح دكتور علي يعني ليس فقط تعاون المواطنين يظهر أيضا تعاون المؤسسات المختلفة التي تشارك في هذا المشروع لإخراجه وتنفيذه على أكمل وجه عادة ما كنا دائما ننتقد الفجوة بين الوزرات المعنية أو المؤسسات المعنية لإخراج مشروع بشكله الكامل وفي صورته النهائية إلى أي مدى أنت تلمس هذا التعاون؟ أعتقد أن فكرة الجزء المنعزة التي كنا نعاني منها ما بين مؤسسات الدولة انتهت تماما ويمكن هذا واضح ليس في ملف القوم التي تبطين الترع ولكن أصبح هذا الأمر والتنصيق والتعاون بقى ملموس في كافة الجهود التي الدولة تقوم بها على مستوى التماء على مستوى حياة كريمة وغيرها من المبادرات المتابعة الرئاسية لكل خطوة بيتم تنفيذها وتزليل كافة العقبات سواء كانت تحديات مالية أو حتى مشاكل كان بيفرض علينا بروقاتية وروتين كل دورة تبتدت الدولة أنها تحاول بشكل كبير تزلل هذه العقبات دور سؤالي الأخير من فضلك وسريعا دائما ما كنا نلاحظ إذا ما كان هناك مشروع تم بشكل أو بآخر دائما ما يحتاج إلى إعادة تهيئة أو إعادة إصلاح أو ما إلى ذلك ما الأليات التي يجب تنفيذها في هذا المشروع لضمان عدم عودة الترع للإهمال للتلوث لشكلها السابق في الأول طبعا هو تطبيق قانون عملية الرقابة اللي الدولة بتقوم بيها بكافة مؤسساتها الرقابية وإذا اللي احنا بتدينا بنشوفه في كافة مشروعات الدولة إزاي إن الجودة هي البحث الأول والأخير لهذا الأمر إزاي إن احنا بنتحدث عن مشروعات وعلى أسراء على مستوى طرق على تبطين الترع كلها إحنا بنشوف مستوىات جودة مرتفعة جدا وفي نفس الوقت عملية الرقابة والمواجعة للدولة بتقوم بيها أكيد أسس بالنسبة أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي عبر الهاتف كنت معنا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح حاسيسي تواصل أجهزة الدولة المعنية أعمالها المشروع القومي لحدائق الفستات نظرا لما سيحققه هذا المشروع من نقلة حضارية بالمنطقة تساهم في إحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها كما يستهدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور في هذا الإطار نجرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تقريرا معلوماتيا حول مشروع حضائق الفستات الأكبر في الشرق الأوسط استعرض ملامح المشروع وأهميته نتابع حدائق الفستات فستات مصر انشئت عام 641 ميلادية على يد عمر بن العاص يتوسط موقعها الآن مع علم القاهرة والجيزة يستهدف المشروع تطوير منطقة جامع عمر بن العاص منطقة الحفريات مشهد أل تبطى متحف الحضارة عين الحياة مسجد أبو السعود الجرحي مجمع الأديان منطقة التلال واستغلالا لهذه الإمكانات المميزة فقد تم وضع تصور عمراني يربط بين العناصر من خلال ثماني مناطق رئيسية منطقة الأسواق التي تحتوي على ساحة ومسجد عمر بن العاص وأنشطة تجارية للحرف التقليدية المميزة للمنطقة وتطل على منطقة الحفريات والمبنى متعدد لاستخدامات كما تتصل بمنطقة القصبة التي تحتوي على فندق بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي منطقة الوادي حيث التلال المميزة وتحتوي على مسرح الوادي وبحيرة الزهور المصرية وتحتضن سفوحها أنشطة احتفالية كالأفراح والحفلات الخاصة بالإضافة إلى مسار الدراجات والطريق تتاخن منطقة الوادي منطقة الحدائق التراثية والتي ستحتفل بالإرث النباتي المصري وتقع في محيطها الساقية الدورة محيرة عين الحياة التي سيتم على ضفافها إنشاء المطاعم والمقاهي مميزة وساحة للعروض الفنية والحفلات الموسيقية والتي تطل على أيقونة بصرية مميزة المنطقة الثقافية والتي تحتوي على متحف الحضارات والحدائق الإسلامية وحديقة أعمال النحت ومنطقة المغامرات المخصصة لأنشطة الأطفال لقد آن الأوان لكي تستعيد الفسطة دورها ومكانتها التاريخية تحقيقاً لقول الشاعر تبدت عروساً والمقدم تابها ومني لها عقد كمن تظم الدر إلى الملف اللبناني حيث أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون حرصه على المحافظة على حقوق كل طوائف اللبنانية في الحياة السياسية ولتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية وخلال استقباله وفداً من المجلس الأورثودكسي اللبناني أضطعون أن هذه المسألة تتم مراعاتها من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكونات اللبنانية فيها كاملة تراعي التوازن والميثاقية خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً والتي تتطلب تحصيناً للوحدة الوطنية إلى ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن تشكيل الحكومة بات قريباً موضحاً أن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب وفي تغريدة له حي ميقاتي الأمن العام في عيده مقدراً دوره الرائد في حفظ الأمن والاستقرار وفي تعاونه المثمر مع الجيش وسائر القوى الأمنية وتطلع ميقاتي إلى أيام أفضل ينعم فيها اللبنانيون براحة البال وزوال المحنة الصعبة التي تمر على لبنان أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن عن بدء انفراج أزمة الدواء ودع حسن الشركات المستوردة إلى البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءاً من اليوم موضحاً أن مستودعات الأدوية العامة تحت رقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤذرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقبية المختصة ما بين الوقوف في طوابير أمام محطات الوقود والوقوف في طوابير الأفران يعيش اللبنانيون مرحلة قد تكون هي الأصعب في تاريخهم فأزمة تلوى الأخرى تلحق ببلد الأرز قلق متنامي إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعاً كبيراً من البلاد بالشلل وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية ليس أزمة الوقود وحدها هي التي يعاني منها الشعب اللبناني فما من سلعة أساسية أو خدمة ضرورية إلا وأصابها الشلل واقع جديد فرض على الشعب اللبناني يكلفه الكثير من الوقت والمال ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ليعبر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهوري في لبنان ودعا كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت هو الآخر أكد أن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد وحثهم على تشكيل حكومة أسواق سوداء تلاحق اللبنانيين وأزمات متعاقبة جاءت في وقت عجزت فيه القيادة السياسية على تشكيل الحكومة ليبقى سؤال يطرحه الشعب اللبناني متى الخلاص من المعاناة نتحول إلى العراق حيث قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه أعجب بالطرحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني ببغداد الذي ضم شخصيات اجتماعية ومهنية وثقافية وشبابية في كل المحافظات وأضف فيه تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه وعد باستلهام مضامين هذه الورقة وبتقديمها إلى القوى السياسية لتصبح عهدا ومثاقا وطنيا يوفر أجواء الثقة لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع شهر أكتوبر المقبل إلى ذلك تستعد العاصمة العراقية بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لإقامة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور قيادات من تسع دول إقليمية وأجنبية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وأقل الكاظمي في بيان له إن هناك تحديات كثيرة تعاني منها المنطقة على الجميع التعاون والتكاتف في حلها والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة قال الرئيس العراقي برهم صالح إن تعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق مهم مضيفا أن الأقاءات التي جمعته بالرئيس السيسي والعاهل الأردني شهدت تأكيدات على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة أكد صالح على حرص الدول الثلاث على مواصلة هذا التعاون من خلال مجالات عمل متنوعة فيما يتعلق بالتعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي هو التعاون المهم واللقاءات التي عقدت مع فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله مع الدكتور عادل عبد المهدي إنصافا في الحكومة السابقة مع الأخ الكاظمي رئيس الوزراء معنا نحن أيضا في مرات سابقة كان هناك تأكيد حقيقي فعلي على تطوير التعاون الاقتصادي بين دولنا الثلاثة لما نمتلكه من مقومات للتعاون والتكامل الاقتصادي وحرص البلدين على بالذات الشقاء في مصر والأردن على هذا التعاون مع العراق مهم ومقدر عاليا ومن جانبنا نؤكد عليه حتما تعلمونا على كثير من القضايا المتعلقة بالربط الكهربائي بالتصدير النفط بقضية التبادل التجاري والثقافي التي بدأ العمل بها ما تجعل هذه اللقاعات مهمة هناك متابعة مستمرة من قبل القادة والحكومات لتطوير وتنفيذ تلك الأجندات إلى برامج عمل حقيقية تفيد شعوبنا وخلال لقاء موسع مع وفد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية في بغداد أدأكد الرئيس العراقي برام صالح على أهمية الأمن والاستقرار مضيفا أن فرص العمل هي ما تضمن استمراريتهما كما شدد صالح على أن ما يحدث في مصر يعد موضع تقدير واحترام من خلال ما تنفيذه مصر من نهضة عمرانية ومشروعات يتطلع العراق للاستفادة منها مرة السابقة الذي شرفنا فيه الرئيس سيسي إلى بغداد كان لي حوار ثنائي معه ومع بعض الإخوان حقيقة آخرين تكلم عن الأمن مهم والاستقرار مهم جدا لكن الأمن لم يتحقق بدون إيجاد فرص عمل للناس وبناء ويأمار وما يحدث في مصر اليوم موضع تقدير واحترام حقيقة من نهضة العمرانية وبالمشاكل التي حدت نعتز بها ولنا أن نستفيد منها أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مصيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة وأكد التحالف على استمرار قوات الحوثي بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية قد اعترضت طائرتين مصيرتين مفخختين أطلقتهما قوات الحوثي تجاه خميس مشيط في هذا الصدد أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد الغثيمين أدان استمرار قوات الحوثي في إطلاق الطائرة المصيرة المفخخة بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية السعودية في بين له أشهد العثيمين بيقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كانت متجهة إلى مدينة خميس مشيط مؤكدا وقوفها المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامت المواطنين والمقيمين على أراضيها إلى النزاع في أفغانستان حيث تعهدت الأمم المتحدة بإحالة المسؤولين عن التفجيرات الإرهابية في محيط مطار كابل إلى العدالة في أقرب وقت ممكن وفي غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات الطبية بدأت تنفذ في أفغانستان معبرة عن أملها في إقامة قسر جوي إلى مدينة مزع شريف في شمال البلاد في غضون يومين أو ثلاثة إلى ذلك قال ريكا بيرنان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة إن مطار كابل لن يكون الخيار الأفضل بإيصال المساعدات بسبب المخاوف الأمنية واعتبارات تشغيلية أخرى من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا بسبب الأزمة من بلادهم قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها بدأت المراحل الأخيرة من إجلاء العلقين في مطار العاصمة الأفغانية كابل وذكرت الوزارة بحسب وكالة رويترز للأنباء أنه لن يتم استدعاء أي شخص إلى المطار لإجلائه مشيرة إلى أن الأماكن المخصصة لفحص طلبات الإجلاء تم إغلاقها وذكرت الوزارة أن التركيز الآن على إجلاء الرعاية البريطانيين وغيرهم ممن سمح لهم بالمغادرة وهم موجودون بالفعل في المطار من جانبها أكدت الحكومة الإسبانية انتهاءها من عمليات الإجلاء في أفغانستان وذلك بعد وصول طائرتين عسكريتين وعلى متنهما مواطنون وإسبانيون وأفغان وفي بيان رسمي أكد أن الطائرتين كانت تقل أسبانيين عاملين بالإغاثة وأفغانا معاونين لهم وذويهم فضلا عن 81 جنديا آخر من أسبانيا في البلاد ودبلوماسيين مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل الطائرتين إلى مدريد في وقت لاحق من اليوم صرح وزير الدولة للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمن بون أن باريس يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان مساء اليوم حسب ما ذكرت وكالة رويترز قال بون إنه قد يستمر ذلك فيما بعد لكن علينا توخي الحذر بشأن هذا الموضوع كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاسكس قال أن فرنسا تنوي استكمال عمليتها مساء الجمع حسب المهلة التي فرضتها الولايات المتحدة لذلك أعلنت وكالة رويترز أنه تم إجلاء نحو 12500 شخص من أفغانستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضحت رويترز أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجلاء نحو 8500 شخص من قبل الجيش الأمريكي كما تم إجلاء نحو 4000 شخص من خلال رحلات قوات التحالف ليصبح إجمالي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نحو 12500 شخص وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم عبر رحلات الجيش الأمريكي وقوات التحالف إلى 105 ألاف شخص منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد بملاحقة منفذي وقال بايدن في تصريحات أدل بها في البيت الأبيض إنه طلب من الجيش إعداد خطط لضرب تنظيم داعش الإرهابي مشددا على أنه سيتم الرد بقوة وبدقة في الوقت المناسب لن يردعن الإرهابيون ولن أدعهم يوقفون مهمتنا وسنواصل عمليات الإجلاء لقد طالبت قادة الجيش بوضع خطط لضرب أوصول وقيادة ومرافق تنظيم داعش الإرهابي سنرد بالقوة والدقة في الوقت المناسب وفي المكان الذي نختاره في اللحظة التي نختارها لن ينتصر إرهابي داعش هؤلاء سننقذ الأمريكيين وسنخرج حلفاءنا الأفغان وسنواصل مهمتنا ولن يتم إخافة أمريكا لدي ثقة كبيرة في أفراد الجيش الذين يواصلون تنفيذ هذه المهمة بشجاعة وشرف لإنقاذ الأرواح وإخراج الأمريكيين وشركائنا وحلفائنا الأفغان من أفغانستان أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركتها الألمانية باينتيك أعلنت عن توقيع اتفاقية مع المختبر البرازيلي الخاص بشركة يورو فارما للإنتاج المحلي للقاح من فيروس كورونا وذلك في عام 2022 ذلك بهدف توزيعه في أمريكا اللاتينية وفي بياننا لها أوضحت الشركة البرازيلية إلى أنها ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية ليتجاوز الإنتاج السنوي لها 100 مليون جرعا على أن يتم توزيع جميع الجرعات حصريا في أمريكا اللاتينية ابتكر باحثون مكسيكيون كمامة لتحييد نسخة فيروس سارس المسببة لكورونا أكدت الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك أن الكمامة تستخدم طبقات دقيقة من الفضة والنحاس وأطلقت الجامعة على الكمامة المضادة للميكروبات المكونة من ثلاثة طبقات اسم ساكسي يو وأوضحت الجامعة أن تركيز الفيروس إذا كان مرتفعا فإنه يختفي بنسبة تتجاوز 80% في غضون ثماني ساعات تقريبا ترجمة نانسي قنقر نجدد عليكم التحية ومشاهدين في فنزولة أعلنت السلطات عن ارتفاع حاصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مدن غرب البلاد العشرين قتيلا فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين في هذا الإطار أعلنت السلطات الفنزولية عن حالة طوارئ في تسع ولايات مع تضرر أكثر من 55 ألف شخص من جراء الأمطار والتي تسببت في فيضان نهر موكيتوس وغرق العديد من القرى بولايات مريدة كما دمرت الأمطار أكثر من 8 ألاف منزل في 11 ولاية متواصلون معكم في رصد آخر وأبرز ظهار التغير المناخي التي شهدت آخر حلقاتها شبه جزيرة القرمة حيث كست أسراب من قنديل البحر اللاسعة أحد الشواطئ في ظاهرة نادرة أرجعها الخبراء لظاهرات الاحتباس الحراري نتاب وكأنه أقسم على أنه لن يترك شيئا على حاله ليغير وجه الحياة على الأرض ويضرب بقوانين الطبيعة عرض الحائط إنه التغير المناخي الذي بات العالم يرصد تحركاته يوما تلو الآخر وما زال في جعبته المزيد آخر إمضاءاته المرهقة كانت من نصيب أحد شواطئ بشبه جزيرة القرم بعد أن احتلته أسراب من قنديل البحر اللاسعة تخطت أعدادها التصورة بل الخيال قنديل البحر ليست المتهمة الأول في تعكير صفو الزائرين والسياح بل التقس الحار والجاف هو من كان وراء زيادة أعدادها بهذا الشكل وبطبيعة الحال توجهت أصابع الاتهام للاحتباس الحراري الخبراء أوضحوا أن هذا التقس يقلل من كمية المياه العذبة المتدفقة من الأنهار إلى البحار مما يجعل مياه البحر في نهاية المطاف أكثر ملوحة الأمر الذي يخلق بيئة خصبة ومثالية لقنديل البحر من الخلل البيولوجي إلى الأمطار والفيضانات ومن بينهما الحرائق هكذا باتت الأرض تحصد ثمار ما زرعته الأياد البشرية منذ قرون لتصبح على موعد مع مستقبل غير واضح المعالم مرهون بتحركات جذرية لوقف غضب الطبيعة قبل فوات الأوان إلى الأخبار المحلية مرة أخرى حيث أعلنت منظومة الشكاة والحكومية الموحدة من مجلس الوزراء نجاحها في حل عدد من مشاكل المواطنين الذين تدرروا من بعض المعويقات وتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية وذلك بالتنصيق مع الوزرات والمحافظات وكل الأجهزة والجهات الحكومية المعنية من جانبها أكد مدير منظومة الشكاة والحكومية الموحدة طارق الرفاعي أن الوزرات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة تصر على إعمال القانون وعلى محاسبة من يثبت تقصيره أو تجاوزه من بعض المكلفين بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين أشهد عدد من المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ذلك في الوقت التي تولي الدولة فيه اهتماما كبيرا بملف الصحة التفاصيل في سياق المحتوى التالي مجلسة جدا جدا وكل حاجة متوفرة بالنسبة لنا نهاية نهاية نورع شيخل ممنظورات الطبيعيU نهاية نهاية سيكون Urhe Dock سئ المستشفى يتحدث ومتمر عادة ومي Blast كثير من جديد عن العديد من الاشت drukاء الوضع عادة بتطوات كيرك 사랑 하 من الج besondرا modelling وصلت المستشفى النهاردة الصبح وكان مفاجأة لي حقيقة لقيت كل حاجة حلوة كل حاجة مزبوطة كل حاجة زي ما تمنتها أني أشوفها أنا من أول ما جيت المستشفى والحمد لله خدمة قيمة الدكاترة والممرضين على أكمل وجه وبتاع رضا المنتفعين ما سابوناش لاحظه أي مشكلة بيلبوهن على طب بحثت توازيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية هالا السعيد مع السفير أسامة عبدالخالق المرشح لرئاسة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك سبل التعاون المشترك وخلال اللقاء استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأممية العاملة في مصر وعلى المستويين الإقليمي والدولي وكذلك أهم المشروعات والتقارير التي تتعاون وزارة التخطيط فيها مع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة فازت مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسية لدارة والأسثمار البريدي لمدة أربع سنوات ذلك في الانتخابات التي أجرها اتحاد البريد العالمي خلال دورته السابعة والعشرين والمنعقدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن والعشرين من أغسطس بأبي ديجان منها جالبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت أن فوز مصر بتلك العضوية يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد ويعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر ودورها الريادي ومشاركتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية بما يتواكب مع تنامي دور المؤسسات البريدية حول العالم والتي أصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية خدمات متنوعة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات في محاولة لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية حضي ملف التعليم والبحث العلمي باهتمام كبير من القيادة السياسية حيث قامت الحكومة بإنشاء جامعات حكومية جديدة بالإضافة لإنشاء مئة كلية ومعهد في الجامعات القائمة التفاصيل في التقرير التالي نتابع إتاحة تعليم عالمي على أرض المصرية هدف تسعى له الدولة لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية التي يمكنها قيادة البلاد نحو مستقبل مشرك في هذا الإطار يحظى قطاع التعليم باهتمام مباشر من القيادة السياسية عملت تحت مظلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بناء وتطوير وتحديث عدد من الجامعات ومؤخراً قامت الحكومة بإنشاء أربع جامعات حكومية جديدة وإنشاء مئة كلية ومعهد في الجامعات القائمة إضافة إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية تمثل باكورة مسار تعليمي جديد يعيد للتعليم الفني والتكنولوجي مكانته في الدولة والمجتمع كما تقوم الدولة بإنشاء ست جامعات تكنولوجية أخرى في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة بجانب إنشاء أربع جامعات أهلية ذكية بمواصفات دولية هي جامعات الملك سلمان الدولية الجلالة العالمين الدولية والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى أربع عشرة جامعة أهلية جار إنشاؤها كما أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تم إنشاء أربع مؤسسات جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة تستضيف خمسة أفرع لجامعة أجنبية مرموقة وهو ما أدى إلى تضاعف أعداد الكليات والبرامج الدراسية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضامان جودة التعليم والاعتماد وعلى طريق موازن لإنشاء الجامعات شهدت السنوات القليلة الماضية تقدما مستمرا للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية وهو ما يعكس قدرة الجامعات المصرية على المنافسة والحصول على مكانة علمية أفضل كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لو لا تكتف كافة مؤسسات الدولة وبدعم هائل وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر وملبية لمتطلبات سوق العمل يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ذلك للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والحرفية يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بثروته البشرية ذلك لتمكين القطاع الحكومي من تقديم الخدمات بالمستوى الذي يتطلع إليه المواطنون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى الجهاز الإداري من خلال منح برامج تدريبية متنوعة للموظفين لتشمل مجالة عديدة يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة ويواصل جهاز التنظيم والإدارة أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسية حيث تم تدريب 30669 موظفاً وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الإدارات مثل إدارة الوقت واتخاذ القرار وإدارة الضغوط وتحمل المسئولية والثبات الإنفعالية كما تم البدء في التدريب على حزم البرامج التخصصية وتم تدريب 5068 موظفاً على عدة برامج تخصصية منها الشؤون المالية والتعاقدات الحكومية برامج التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم وبرامج المراسم والبروتوكولات والسكرتارية التنفيذية وبرامج إدارة الأزمات وخدمة المواطنين وفيما يتعلق بحزمة برامج التطبيقات أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يتم تدريب الموظفين عملياً على كيفية إيجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج خاصة مع الانتهاء من تدريب 1200 موظف وتأتي هذه الجهود الحكومية في صدد رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والارتقاء برأس ماله البشري لتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدمات عامة عالية الجودة في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكلفات الرئيس السيسي وتوجيهات رئيس الوزراء لتنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة أعلن وزير تنمية المحلية محمود شعراوي عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسؤول عن متابعة تنفيذ الخطة بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بدرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية بتكلفة 36 مليون جنيه نظمت وحدة تنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية نظمت لقاء توعويا لدعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي على المستويين الفني والقانوني بقرياته أو بقرى محافظة المينيا قالت رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجلية مارغريت ساروفيم قالت إن الهيئة تستهدف دعم قضايا المساواة بين الجنسين ودعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بالإضافة إلى تقديم عرض للخدمات الفنية التي تقدمها الدولة والمواد القانونية التي تدعم عمل النساء في إطار رسمي لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم تفقد وزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير يرافقه محافظ الأقصر مصطفى ألهم والموثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة مركز الأقصر التنسقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ولنشر المعرفة بصعيد مصر مقره مدينة الأقصر من جانبه أشهد وزير الزراعة بخطة برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر والتي من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر توعية وتوفير فرص عمل ويعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وهي الأهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصري تتواصل فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القلعالي الموسيقى والغناء الذي بدأت فعالياته من الخامس عشر من شهر غسطس الجاري ويستمر حتى الثلاثين من نفس الشهر يتضمن المهرجان واحد وثلاثين حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا ويقدم كبار الفنانين المصريين والعرب للجمهور بشرائحه المختلفة وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا تستمر قلعة صلاح الدين في احتضان مهرجان القلع الدولي للموسيقى والغناء مقدمة وجبة ثقافية غنائية متكاملة من شأنها الارتقاء بالذوق العام والحس الموسيقي الحمد لله السنة دي البرنامج كمتنوع جدا جدا ويعني يناسب لكل الأزواء أزواء اللي بيحبوا الموسيقى العربية اللي بيحبوا الأغاني العربية اللي بيحبوا الموسيقى الغربية اللي بيحبوا الجهاز اللي بيحبوا الغنى الأوبرا اللي بيحبوا الغنى الغربي اللي بيحبوا الباليه قدمنا كل الأنواع قدمنا الكبار النجوم وشباب النجوم وقدمنا فرق مؤيزة جدا السنة دي أكثر من 20 حفلة موسيقيا وغنائيا تم تقديمها بالفعل خلال 12 يوما مضت من المهرجان وتتنوع الحفلات بين فرق عربية ومصرية مغنين شباب وصغار وكبار ومشهورين ومبتدئين مما يجعل المسرح فرصة واعدة لاكتشاف المواهب مهرجان جميل جدا بنشوف أهلنا وبنشوف ناسنا وبنشوف أعداد كبيرة جدا بيحضروا المهرجان وبتبقى فرصة أن الواحد يغني أغاني جديدة نجرب أفكار جديدة بتبقى فرصة أن أنا أشوف رد فعل الجمهور من الأغاني الجديدة اللي احنا بنعملها أول باول حفلة باين يعني هو جميل جدا ولذيذ وروحه حلوة ورجعت لنا روح تانية يعني كنا مفتخدينها بقلنا فترة بسبب الحظر وكورونا وكده يعني فإنبسطت كتير يعني أحب بقى الممثلين اللي بيغنوا كده وبفضل أتفرج عليهم كتير وأحبهم أول المهرجان ممتاز طبعا التنظيم رائع يعني عاملين شغل جامد والكراسي والتوزيع أحسن حتى من السنين اللي فاتت تكاتف كبير بين مؤسسات الدولة من ثقافة وسياحة لتوفير صهرة موسيقية ترفيهية تثقيفية تزرع قيما فنية ووطنية في نفوس الشباب والأطفال والعائلات كريم بيبرس التلفزيون المصري من أخبارنا الرياضية مشاهدين في هذه الجولة الإخبارية تمكنت الرباعة المصرية رحاب أحمد من تحطيم الرقب الباراليمبي برفع ثقل قدره 120 كيلو جرامات ذلك بهذا تفوز بالميداليا الفضية لدورة الألعاب الباراليمبية بطوكيو في منافسات رفع الأثقال الباراليمبية لوزن 120 كيلو جرامات وذلك يرتفع عدد الميداليات المصرية إلى ميداليتين فضيتين بعدما تمكن الأسطورة المصري الشريف عثمان من تحقيق الميدالية الأولى للبعثة المصرية في دورة الألعاب الباراليمبية موسيقى هذا وقد تويق البطل المصري شريف عثمان الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الباراليمبية ونال شريف عثمان الميدالية الفضية في رفع الأثقال في منافسات وزن 59 كيلو جرام ذلك بعدما تمكن من رفع 187 كيلو جرام ليحقق الميدالية الأولى لمصر في باراليمبياد توكيو هذا وتعد هذه الميدالية الرابعة لشريف عثمان في تاريخ مشاركاته بالدورات الباراليمبية حيث سبق له حصد ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في باراليمبياد بكين 2008 لندن 2012 ريو دي جانيرو 2016 موسيقى 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 اشتركوا في القناة اضم إلينا ناقد الرياضي محمد يحيى محمد بعد تحية يعني كالعادة ما تنجح البعثة المصرية بدورة الألعاب البارالنبية في تحقيق العديد من الإنجازات نتحدث عن 12 مادليا في 2008 دورة بكين في لندن 2012 14 ميدالية وأخيرا في ريوديا جانيرو 2016 12 ميدالية كيف ترى ما تم إنجازه حتى الآن من المنتخب المصري في دورة الألعاب البارالنبية بتوكيو أهلا بك و أهلا بكل مشاهدين الكرام طبعا يمكن إحنا النهاردة كانت بداية تحقيق الميداليات صحيح كانت ميداليات فضلية لكن كانت فرحة ممزوجة بالبكاء خاصة أن البطالين اللي حققوا الميداليتين هم رحاب ردوان و شريف عثمان كانوا يأملوا أن هم يحققوا الميدالية الزهبية وبالفعل كانوا على مقربة منها بشكل كبير جدا 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 ويمكن لسوق الحظ وسوق الظروف اللي حطتهم همهما فيها تسببت في فقد الميدالية الزهبية على فرق كيلو بالنسبة لرحاب أول سوري مش فرق كيلو كمان فرق الوزد ما بينها و بين منافستها فساطا هم تساوي الاتنين في رفع مئة وعشرين كيلو كرام فباختار الوزد الأقل في اسم البطل هو ده اللي بيبقى بها الصحي بالمركز الأول فهي رحابتها هي اللي قسرت الرقم الفاراليمكي والرقم أصبح مساكت لا يسمها فقط من هي اللي قسرته في البداية لكن هي اتحققت المركز الثاني في الميدالية وكانت عايز أقول لك دخلت في نوبة بوكاء شديدة جدا جدا على عدم تحصلها على الميدالية الزهبية لأن كانت سهلة جدا جدا بالنسبة لها وبدأت كانت هي اللي رقب المركز بشكل جيد أعظم جدا كما شيف عثمان طبعا كان موقف أكثر مستعب خاصة أن شريف كان عنده كم إصابات من يناير اللي فات حوالي ثلاث إصابات حصلت وتعرض لهم من يناير حد شهر ستة وآخر واحدة في شهر ستة كانت حصل له قطع في الوطر في الكتف وكانت يعني خلاص بشبه بعدته عن الشركة في الدورة وده يعتبر يعني إنجاز في حد ذاته محمد أنه يرجع من إصابة في الكتف ويرجع بميدالية فضية ده إنجاز في حد ذاته يعني سريعا المفروض أن الطبيعة آه المفروض أن ما كانت شرايح أصلا طبعا من إصابة زي كده إن كانت قطع في الوطر في الكتف فكان موضوع صعب جدا عليه لكن الحمد لله قدر يرجع وقدر يحافظ على أنه يحقق مدالية وكان ما بين خياري دي إما أنه هو يحافظ ويجيب مدالية آية إن كانت هي برونز أو فضة أو زهب أو إما يلعب عندها بباشرة ولو كسرها يبقى خسر كل حاجة وقتلعب مركز رابا فطلت بالشريف وثمان بطل بزكاؤه إن هو يلعب إن هو يحتفظ بمدالية مصر مهما كانت فيهية حصلا الظروف اللي كانت موجودة فيها كانت صعبة وبكى بكاء شديد جدا جدا على منصات التسويق وما كانش حابب إن هو ياخد الفضية لأنه دايما معروف شريف عثمان بالزهبية على طول يمكن دي زي ما انت قلت رابع مدالية ليه بس هي دي فضية ثلاثة أربلا كده كانوا الزهبية طبعا كل التوفيق للباسة وكان في عندنا سامح عيد وسيد محمد حققوا هما الاثنين إنجاز برضو بثنين طاولة وصعدوا المركز من دور الثمانية يعني إحنا متوقعين يا محمد أن إحنا نكسر حاجز الـ 14 ميدالية التي كانت تحققت في دورة 2012 لو أنا متذكر نقض الرياضي محمد يحيش أشكرك شكرا جزيلا إذن مشاهدين بهذه الأخبار نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها لا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنا وإنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن عن رصد ثمانين مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الطرع والمصارف على مرحلتين والرئيس اللبناني يؤكد حرصه على التمثيل العادل للطوائف اللبنانية في تشكيل الحكومة الجديدة الأمم المتحدة تتعهد بإحالة المسؤولين عن تفجيرات مطار كابل إلى العدالة شكرا لطيب متابعتكم في تمام الساعة السادسة مشاهدين جولة إخبارية مجددين الملتقى اشتركوا في القناة